بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في النشر الأخبارية للأحداث الأسبوعية يقدمها لكم محمد سلة ونستهلها بأبرز العناوين فخامة رئيس الجمهورية حضر القمة غير العادية لرؤساء الدول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا انطلاق عملية تسجيل الناخبين في جميع مناطق البلاد سجلت حكومة جامبي حالات جديدة من فيروس كورونا لأول مرة بعد نتيجة الاختبارات الأولية مشروع التوزيع المصحف الشريف في حرم جامعة الإحسان في بانجوليندينغ هذا الموجز وإليكم الأخبار بالتفصيل أهلا بكم حضر فخامة رئيس الجمهورية السيد أدمان بارو القمة غير العادية لرؤساء الدول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أكرا وجاءت هذه القمة في أعقاب الانقلاب الأخير في مالي وانضم الرئيس بارو إلى رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد وجاء في بيان القصر الرئاسي أن هذا الاجتماع عبارة عن جهد إقليمي في سبيل استعادة الديمقراطية وتعزيز الأمن والسلام في إفريقيا وفي يوم الأحد بدأ قادة الدول غرب إفريقيا في العاصمة القانية أكرا محادثات مغلقة لحسم المسائل الشائكة والمتعلقة على الإنقلابيين وفي الخطاب الافتتاحي قال رئيس مجموعة دول غرب إفريقيا السيد نانا أوكوفو أدو الذي دعا إلى قمة الاستثنائية بسبب خطورة الأحداث في مالي وقال علي أنه ملتزم بدعم عملية انتقالية سلمية في مالي وإعادة حكومة ديمقراطية للضمان استقرار المنطقة والتعزيز الأمن والسلام فيها انطلقت عملية تسجيل الناخبين في جنبيا في جميع المناطق في البلاد وهذه العملية مشاركة في شؤون الحكومة التي تضع حجر الأساس في أية ديمقراطية حقيقية وربما تعتبر هذه العملية على أنها هي المظهر الأساسي للممارسة الديمقراطية حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقوقهم في الانتخابات التي لا بد أن تكون فيها سجل انتخابي شامل وعام وكما يجب الاحتراز في إعداد هذه القائمة بشكل جيد للتأكد من أن اسم كل مواطن يحق له الانتخاب أو الإجلاء بصوته فيما يراه مناسبا هذا وقد جاءت من شروط تسجيل الناخبين للانتخابات المقبلة التحقق من أهلية الناخب وضبط شرعية عملية الاقتراع وتقديم القائمة للأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات لمساعدتهم في تحقيق أهلية الناخب كما يهدف نظام تسجيل السليم وإعطاء الأولوية لتسجيل جميع الناخبين المؤهلين بالرغم من صعوبة تحقيق هذا الهدف ينبغي توفير الدافع من أجل إرساء معايير واضحة لنجاح عملية تسجيل سجلت حكومة جامبيا حالات جديدة أخرى من فيروس كورونا الذي تم كشفه لأول مرة فمنظمة الصحة العالمية أعلنت أخيرا أن هذا النوع الجديد من الفيروس مسجل في 53 منطقة حول العالم وقالت وزارة الصحة الجامبيا أن أنظمة المراقبة الخاصة للفيروس اكتشفت عددا من المسافرين الذين وصلوا إلى البلاد في شهر الماضي وأكدت الوزارة أن نتيجة الاختبارات الأولية كانت سلبية بعد التشخيص السريع في المطار هذا وما زالت وزارة الصحة تشدد البورتروكولات الخاصة بالحجر الصحي في جميع مناطق البلاد هذا وقد سجلت جمبيا ما يقرب من ستة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد منذ مارس الماضي ومائة وثمانية وسبعين حالة وفات وتلقي ما لا يقل عن ستة وعشرين ألف شخص جرعاتهم الأولى من لقاح أسترازينيكا بينما تم تطعيم ثلاثمائة شخص في الشهر الماضي تم تنفيذ مشروع لتوزيع المصحف الشريف في حرم جامعة الإحسان تحت إشراف معهد حصة العرينان في جمبيا وإليكم هذا التقرير من الأستاذ فانسو جمه من مكان الحدث مشروع التوزيع للمصحف الشريف في حرم جامعة الإحسان في جمبيا تحت إشراف معهد حصة العرينان في جمبيا وقد أبرت إدارة المعهد أن فرهها فقالت أن الندوة العالمية للشباب الإسلامي هيئة الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية في الرياض لها مشاركة فعالة في التنمية الاجتماعية وأن هذه المساعدة جاءت في مجال العناية بالقرآن الكريم واستهلت أصغال هذه المناسبة بكلمات الشكر والتقدير من مدير جامعة الإحسان دكتور بابا سيسي حيث قدم تفاصيل موجزة عن هذه المساعدة فقال أن الندوة العالمية للشباب الإسلامي في المملكة العربية السعودية لها استراتيجية متناسقة في بناء المبادئ والعلاقات التيبة مع الجهاد الإسلامي في العالم وأن هذه المساعدة سياسة منتهجة بهدف تأبئة شاملة في تثبيت العناية بالقرآن الكريم في القارة السمراء فقال الأستاذ أمار السوري أن هذه المناسبة القرآنية انتلاقة جديدة في قنبيا لتطوير الكفاءات وقدرات الطلاب في جميع مقاطعات الدولة ليصبح الطالب قادرا على مواجهة الحياة العصرية وليتمتأ بفعاليات الدعوة وتعرف بأمور دينه في الإبادات والمعاملات تم تدشين مركز الشيخ الحاج أبو بكر زيدي جلو الإسلامي في حفل أقيم في تبوكوتو وحضره عدد كبير من المسؤولين والإعلاميين بالإضافة إلى قيادات الجهات الحكومية المشاركة وحسب المصادر الإعلامية أن هذا المشروع جاء في وقته ولم يكن ليتحقق بغير توجيهات ودعم من جمعية العون المباشر في قنبيا وعبر مدير جمعية العون المباشر عن فرحه فقال أن الجميع شركاء في العمل وفي الإنجاز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قنبيا والآن إلى أخبار العالم ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أعلنت السلطات في نيوزيلندا حالة الطوارئ بعد حطول أربعين سنتمترا من الأمطار خلال هذه الأيام وذكرت وسائل إعلام محلية في نيوزيلندا أن نحو خمسين مدرسة أغلقت في جميع أنحاء المناطق في نيوزيلندا وأجلت السلطات مئات الأشخاص خلال الأيام الماضية حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه وتسببت بحدوث فيضانات على نطاق واسع كما ذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء ما لا يقل عن ثلاثمائة منزل خلال الليلة الماضية مع ارتفاع منسوب المياه في الأنهار في جمع أنحاء المنطقة قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الأخبارية ونذكركم بما جرى فيها فخامة رئيس الجمهورية حضر القمة غير العادية لرؤساء الدول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا انطلاق عملية تسجيل الناخبين في جميع مناطق البلاد سجلت حكومة قنبي حالات جديدة من فيروس كورونا لأول مرة بعد نتيجة الاختبارات الأولية مشروع التوزيع المصحف الشريف في حرم جامعة الإحسان في بنجوليندين نشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة والمشاهدة ودمتم في أمان الله